السلام عليكم أصدقائي من تابعي قناة كورا الزهبي في فيديو اليوم سوف نحكي عن تصريحات نزار محروس لبرنامج الكابتن في إضافة لتألق محمود المواس في الدورة العراقي أما أخبارنا المحلي لاعبين بالدورة السورة تشتكي على الأندية وتطالب بحقوقها إمبراطور نزار محروس لبرنامج الكابتن كان يصرح ويقول أكيد سيبدأ البرنامج ويحكي عن خليل اللياس لأنه الكل يتساءلوا عن خليل اللياس نزار محروس كان يقول يستمر العمل على أوراق والأوراق الشبه من تهيه بانتظار موافقة الفيفا هذا كلام نزار محروس طبعا نزار محروس كلامه يكون جايب بناء على عمل وسير الأوراق عن طريق عماد حسن بتمنى من قلبي أن يكون خليل اللياس متواجد أمام المنتخب كورة جنوبة ولبنانة نزار محروس عم يقول في حال تم إنهاء الأوراق إن شاء الله رح يكون متواجد مع المنتخب السورة بصراحة شغلي طولت ما بدي أرجع أفتح الموضوع لأنه شغلي بصراحة أنا صرت مل أفتح موضوع خليل اللياس بنرجع نحكي عن الأوراق بالنسبة للأباء المحترفين شوفنا بالأمن الأخير أرجع نطرح اسم ملهم بابولي في ناس كانت طالب باللياس هدايا عبدالراح أيهم أوسو بابلو الصباق كثير أسماء كانت عن طرح بس نزار محروس كان عن يأكد ويقول لن يكون هناك محترفين جدد في المنتخب السوري السبب لضيق الوقت وإجراءات كورونا يعني منفهمنا الحكي من الكابتن نزار محروس حاليا موجود عبدالرحمن ويس بانتظار خليل اللياس فقط يعني مع تسمعوا الإشاعات تسمعوا ملهم بابولي بابلو صباغ أيهم أوسو بياس عدايا لا رح نعتمد عليهم سبق وتواجد عبدالرحمن ويس هلا بانتظار فقط خليل اللياس وذول المحترفين الاثنين رح يتواجدوا مع منتخب السورة مباراة كورة جنوبية مباراة لبنان طبعا نحن عم نحكي بالنسبة لخليل اللياس ما مية بالمية هني عم يقولوا انه الاوراق للمباراة بتكون جاهزة طبعا نحن عم نحكي تصريحات نزار محروس ما عم ننتقد نزار محروس لانه هلا بفوت واحد رأسه بربا حدي كمرة عملت فيديو طول الفيديو عم يحكي عن نزار محروس وشغل نزار محروس شو عمل للمنتخب تخيل مذا فوت واحد اللي بصفت كمين انت تنتقد عمل نزار محروس بك انا مانطقت عمل نزار محروس كان يقول تواصلت مع عمر السومة سيكون متواجد في مباراة كوريا الجنوبية 100% ان شاء الله والله عمر السومة سيكون موجود ان شاء الله في حال ما صار اصابة اتمنى ما يصير اصابة شفنا نحكينا في الفيديو السابق عمر السومة امام الفتح كان عملاء مباراة وكان الاداء شوي بالنسبة عادة انه اداء شوي متدنة لانه راجع من الاصابة كان سبب وحكينا عم يهدر فرسطين من اصل 10 تمرينات كان 5 تمرينات خاطئة هذا الشي طبيعي لانه اللاعب راجع من الاصابة اي لاعب اول مباراة او ثاني مباراة بيكون راجع من الاصابة بده شوي اللي ارجعت اقلم وعمر السوم العقيد مع المنتخب السوري ما بيقصر ان شاء الله محروس كان عم يكمل يقول دخلنا اول جولتين من تصفيات ومعظم اللاعبين غير جاهزين شفنا هذا الشي واضح يعني بصراحة المدة اللي استلم فيه نزار محروس كان كتير كتير قصيري وما قدر يجهز المنتخب يعني بصراحة اول جولتين عبناهم ايران امارات بالنسبة للوقت اللي استلم فيه نزار محروس انا بعتبر المبارتين ما بدأوا جيد جيدات للمنتخب السوري بل ممتازين ان شاء الله القادم اجمال نسبة لخط الدفاع نزار محروس كان عم يواصل حديث يقول هناك التحسب الخط الخلفة لكننا نواصل لتحسين الاداء اكثر يعني بصراحة خط الدفاع للمنتخب السوري نحن لعبناه مبارتين الهدف الاول كان الان ترتطم باجراء سعر كرومة الهدف الثاني كان خطأ من الحارس بالمبارتين نحن لدينا هدفين في المباراة امام منتخب الايراني معروف منتخب الايراني بالمبارتين يتلقينا هدفين و الهدفين كانوا اخطاء فلو ذلك فينا نقول خط الدفاع بالمبارتين كانوا ممتازين مع المباراة الوديدة مع المنتخب الصيني الامبراطور نزار محروس كان يقول مبارات منتخبنا سوريا امام منتخب الصيني في 30 شهر الحالي تم تثبيت المباراة وصباحا كنا تم تثبيت المعسكر بالإمارات والمباراة أمام الصين في 30 شهر الجارة بالنسبة من 70 إلى 80 بالمئة لن يكون هناك محترفين هذا الشيء طبيعي لأن أيام المباراة مانا أيام الفيفا فلذلك يعني النظار محروس كان عم يقول من 70 إلى 80 يعني يعبر القناة تبقوا لكم من 80 إلى 100 بالمئة ما في محترفين لأنه نحن بالمباراة تصفيات كأس العالم مباراة الرسمية صعب أن يجيب المحترفين فهذا الشيء ينسوك وراح الفرق أنه يكون المحترفين موجودين أو ما نموجودين فرق بسيط لهوي في حال وجود المحترفين ممكن يعمل انسجام أكثر في حال المحترفين كانوا موجودين في مباراة الصين هذا الشيء مستبعد بس نحن نحكي في حال رح يكون عامل انسجام ونشوف المحترفين رح ينسجموا مع بعض أكثر أنه ما نموجودين اللاعبين مباراة الصين ممكن يكون يعطي دافع يعطي فرصة لللاعبين المحليين أنه يسبتوا جدارتهم ويشوفوا النظار محروس أكثر ما نكون حكينا عن تصريحات الكابتن النظار محروس الإمبراطور النظار محروس الله يعطيك العافية يا رب التوفيق لمنتخبنا السوري خلينا نشوف أخبار محترفين منتخبنا السوري محمود المواس يقود فريقه الشرطة لأول فوز في الدورة العراقي محمود المواس كان عام يسجل هدف ويحقق أول ثلاث نقط لنادي الشرطة بالدورة العراقي مبروك لنادي الشرطة مبروك للمواس إن شاء الله القادم أجمل المواس لاعب ممتاز لاعب منتخبنا السوري بنتمنى له التوفيق شي مهم أنه لاعبين منتخبنا السوري يكونوا أخبارهم ممتازين نحن دائما في كتيرين بيسألون أنه نحن ليش منتابع أخبار المحترفين بأنديتهم المحترفين السوريين طبعا ليش؟ لأنه بس يكون المحترف أموره بخير ووضعه بخير وعم يسجل وراحه نفسي مع نادي بيجيك على المنتخب جاهز مية بالمية نعرف لأنه عندما يكون في مشاكل بالنادي فهو بيجي على المنتخب وحامل معه المشاكل بيكون شوي فينا نحكي لاعب زينيا ما نجاهز مبروك لفريق الشرطة العراقي محمود المواس يجي له أول هدف أول ثلاث نقطة فوز على نادي طلب العراقي طبعا الهدف كان بالضيئة 42 إن شاء الله بالمباراة الجاي بيكون محمود مواس بسجل هاترك هنا نختم فيديو اليوم مثل العادي بأخبارنا المحلية هلا بنا نحكي عن أخبارنا المحلية لاعبين بالدورة السوري كيف ننطالب اللاعبين بالدورة السوري أدموا أداء يكون اللاعب ممتاز مع النادي وهو بالأساس لم يأخذ مستحقاته أو في حال انتقاله من النادي لنادي آخر النادي السابق ليوفي كامل مستحقاته لللاعب سأعرض قائمة اللاعبين المشتكين بإتحاد كرة القدم على الاندي إن كان نادي الحالي أو نادي السابق لأنه لم يتم دفع المستحقات بصراحة وهذا لاعب كرة القدم يعني هذا يلعب بالنادي ويترزع ويعيش من وراء كرة القدم يعني هلأ أزر بدي شوف محمد المهتدة نادي الاتحاد محمد المهتدة لاعب بنادي الاتحاد كان يطالب نادي الاتحاد ب10 مليون هلأ الكتاب سأضع لكم جدا اللاعبين كلا مشتكين بإتحاد كرة القدم يطالب اندي وتم تثبيت الدفع يعني هذا الكتاب رسل لكل الاندي اللي بدأت ذكره لا يجب أن يدفعوا المستحقات لللاعبين يبدأ ذكرون محمد مهتدة 10 مليون من نادي الاتحاد خالد حاج عثمان من نادر الاتحاد مبلغ 2 مليون و 600 ألف يعني هاي لعبين من نادر الاتحاد بصراحة نادر الاتحاد نادر كبير علي غصن من نادر الحرجلة 3 ملايين و 450 ألف يوسف عرفي نادر الحرجلة 1 مليون و 870 ألف محمد الفياد الحرجلة 4 ملايين و 450 ألف أحمد حمو 6 مليون و 350 ألف أحمد حمو عمي طالب نادر الحرجلة 6 ملايين و 350 ألف مثل ما حكيت في لاعبين لسا موجودين ما عندهم في لاعبين سبقوا و انتقلوا على النادة ثانية بس النادي ما كان مسكر مستحقاته لللاعب يعني بصراحة هاي الأسماء اللي ذكرتها والأندي هدول لازم يدفعوا لللاعبين يعني اللاعب مستحقاته يعني احنا قواتنا التبع اللاعب انه تركنا هذه وراح على نادر تاني بصراحة حتى الأندي شوية مقصرة مع اللاعبين وهيك منكون وصلنا نهاية الفيديو اليوم بتمنى يكون الفيديو عجبكم بتمنى تدعمونا اكتر لايك كومنت تفعيل زر جراس ولا عمي حضر الفيديو ما اشترك بتمنى يشترك بالقناة احنا دائما نتبر في كل بتمنى من قلبه دائما نضلوا خير